علوم الصف السادس ابتدائي حال تدريبات كتاب سلاح التلميذ على الدرس الثاني أخطار الكهرباء وكيفية التعامل معه هنحل الأول صفة 84 اختبر نفسك وعلين نحل التدريبات أكمل ما يأتي واحد تؤدي حروق الجسم النتيجة عن الطيار الكهربائي إلى النقط أنسجة الجسم إلى تدمير وتلقف أنسجة الجسم اثنين تحدث الصدمة الكهربائية نتيجة مرور طيار كهربائي في الجسم الإنساني ثلاثة هي يعتبر النحاس من المواد الموصلة للكهربائية بينما يعتبر المطاط من المواد العازلة للكهربائية أو غير موصلة أربعة تتوقف أضرار الصدمة الكهربائية على زمن مرور الطيار الكهربائي أو شدة الطيار الكهربائي والعلاقة ترضية كلما زاد الزمن أو زادت الشدة تزداد الأضرار النتيجة عن الطيار الكهربائي با اختر الإجابة الصحيحة رقم واحد السكوت من فوق السلم إصابة مباشرة غير مباشرة حققية غير حققية صح غير مباشرة اثنين من أمس المواد الموصلة للكهربائية الخشب النحاس المطاط البلاستيك ثلاثة تسبب حروق الكهربائية تدمير أنسجة الجسم المفروشات الستائر السجاد صح ثوب ماء تحته خط واحد جسم الإنسان رضي التوصيل الكهربائي جيد التوصيل الكهربائي أكثر من 70% من وزن الإنسان عباره عن ماء ومزفقة أملاح ثلاثة تحدث الحرائي الكهربائي نتيجة مرور الطيار الكهربائي داخل جسم الإنسان الصدمة الكهربائي دال على ما يأتي واحد لا تطفق حرائك الكهربائي بواسطة الماء لأن الماء غير نقي جيد التوصيل للكهربائي يؤذي الأشخاص المنكزين المنكزين اتنين عدم مواد مواد قابل اشتعال بجوار الأجهزة الكهربائية المولدة الحارة حتى لا تشتعل وتسبب حرائك كهربائية ثلاثة يعمل جسم الإنسان في بعض الأحيان كمفتاح كهربائي لأنه كيد التوصيل للكهربائي وعنده وجوده في الدائرة الكهربائية يؤدي إلى غلقها ويمر الطيار الكهربائي في جسم أربعة خطورة الحروق وهو كان نتيجة عن الطيار الكهربائي تؤدي إلى تدمير وتلف هنسية الجسم تدريبات الكتاب المدرسي على الدرس الثاني صفحة تمام ثمانية كتاب سلاح التنمية رقم واحد أكمل العبارات التالية بما مناسبها ألف من أمسية المواد جاية التوصيل للكهربائي نقط ونقط النحاس الحديد الألمونيوم باق من أمسية المواد العنزلة للكهرباء الخشب البلاستيك المطاط جيم من أخطار الكهرباء نقط ونقط ونقط الحرائق الكهربية والصدمة الكهربية والحروق الكهربية هذا تؤدي حروق الجسم النتيجة عن الطيار الكهربائي إلى نقط تلف وتدمير أنسية الجسم رقم واحد لا يمكن إدفاع حرائق الكهرباء بالماء لأن الماء غير النقي نقط موصل للكهربائي ومن أسباب الحرائق الكهربية نقط ونقط وضع جهاز يولد حرارة بالكرب من مواد قابلة للإشتعاد و زيادة التحميل الكهرباء يعني وضع أكثر من جهاز في قابس قابس واحد عدم فصل الطيار الكهربائي على الأجهزة التي تولى الحرارة تحدث الصدمة الكهربائية نتيجة لمرور نقط خلال جسم الإنسان الطيار الكهربائي الطيار الكهربائي كمحاء تتوقف الأضرار النتيجة عن الصدمة الكهربائية على نقط ونقط زمان مرور الطيار الكهربائي وشدة الطيار الكهربائي طيار طيار من احتياطات التعامل مع الكهربائي عدم العبس بالتوصلات الكهربائية عدم وضع أكثر من جهاز في قابس واحد أو أي اتنين من أسباب الحروق النتيجة عن الكهربائي نقط ونقط ملمسة النار أو الشرارة النتيجة عن حدوث طيار كهربائي والمتسببة في حدوث حروق لأحد أجزاء الجسم أو ملمسة جهاز كهربائي يولد حرارة اتنين ماذا يحدث لو ألف تم ادخال جسم معدني في ألقابس صح تحدوث صدمة الكهربائية با تم وضع عن مدفقة ملاسقة لمفروشات والسجاد صح سبب حرائق كهربائي إذا تحدث حرائق كهربائي جيم لمست الشرارة النتيجة من الحرائق الكهربائي أحد أجزاء الجسم تحدث حروق كهربائي دال لمست أحد الأسلاك غير المعزولة وكنت ملمسة للأرض تحدث صدمة كهربائية كمحة تم إدفاء حرك الكهرباء بالماء تعريض حياة المنقذين للخطر لماذا؟ لأن الماء غير النقي جيد توصيل الكهربائي ثلاثة اكتب المفهوم العلمي ألف أحد أخطار الكهرباء يحدث نتيجة لمرور الطيار الكهربائي بجسم الإنسان الصدمة الكهربائية با حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربائية الحرائق الكهربائية جيم أحد أخطار الكهربائي التي تسبب تلف عن سجدة الجسم المصاب الحروق الكهربائية أربعة أكمل المخطط التالي الكهربائي طرق الاستفادة منها تشغيل الماكينات في المصانع والبرش وإضاءة المصابيح وتشغيل معظم الأجهزة في المنزل أخطار الكهربائي إصابات مباشرة وغير مباشرة مثل الحرائق الكهربائية والصدمة الكهربائية والحروق الكهربائية إحتاطات التعامل معها عدم إدخال أي جسم معدني في القابس أو الفيشة عدم العبس بالتوصيلات الكهربائية دربات سلاحة الميزة متنوعة على الدرس الثاني صحة 89 أكمل ميالي واحد تغلف الكابلات الكهربائية بمادة مصنوعة من صحة البلاستيك لأنها للتوصيل الكهربائي 2 تتوقف الأدرار ناتجة عن الصدمة الكهربائية على نقط ونقط زمن مرور التيار الكهربائي وشدة التيار الكهربائي 3 تحدث نقطة الكهربائية نتيجة مرور نقطة خلال جسم الإنساني الصدمة الكهربائية نتيجة مرور التيار الكهربائي خلال جسم الانسان. اربعة تنقسم الاصابات النتيجة عن سوء استخدام الكهربائي الى اصابات مباشرة واصابات غير مباشرة. خمسة تحدث نقط عندما تكون ملامسها لسلك غير معزول يمر به طيار كهربائي. باحد اجزاء جسمك صدمة الكهربائي. صدمة الكهربائية. ستة. من الاصابات المباشرة النتيجة عن سوء استخدامات الكهربائي نقط ونقط ونقط. الصدمة الكهربائية والحرائق الكهربائية والحروق الكهربائية. سبعة. تحدث نقط عند وضع مواد قابلة الاشتعال بجوار جهاز كهربائي يولد حراء الحرائق الكهربائية. تمانية. الماء غير النقي لا يمكن استخدامه في اطفاء الحريق. الناتج عن نقط عن الكهربائي. لان موسط جيد لايه? الكهربائي. تسعة. احد اختار الكهربائي التي تسبب تلف انسكة الجسم. تسمى الحروق الكهربائية. عشرة. من امسل المواد موسيل الكهرباء النحاس. والمواد العازلة البخشب او البلاستيك. حداشر. هنقسم المواد من حيثه. توصيل الكهربائي الى مواد موسيل الكهربائي. او جاية توصيل الكهربائي. ومواد عازلة الكهربائي او رضي التوصيل الكهربائي. اتنين اكتب مستحل علمي واحد. المواد التي تسمح بمرور الطيار الكهربائي. خالها مواد جاية التوصيل للكهربائي. اتنين مواد لا تسمح بسريان الكهربائي. خالها مواد رضيئة او عازلة. التوصيل للكهربائي. تلاتة. حرائق تحدث نتيجة لزيادة درجة حرارة الاجهزة. الكهربائية. الحرائق. الكهربائي. اربعة. احد اخطار الكهربائي. يحدث نتيجة لمرور الطيار الكهربي بجسم الانسان. صدمة الكهربائي. صدمة الكهربائي. خمسة. احد اخطار الكهربائي يؤدي الى تلف انسية الجسم. الحروق الكهربائية. ثلاثة اختر الايجابة الصحيحة. واحد من المواد العازلة الكهربائية. البلاستيك والحديد. البلاستيك عازل لك الحديد موصل. المطاط والنحاس نفس الشيء. المطاط والبلاستيك صحيح المطاط وبلاستيك. نين يتم تغطية الاسلحة الكهربائية بي. النحاس البلاستيك والأمونيوم الحديد طبع البلاستيك لأنه غير موصل الكهرباء ثلاثة هيعتبر نقط من المواد الموصل الكهرباء المطاط، الزجاج الحاري، الحديد، الخشب، الحديد أربعة تعتمد الصدمة الكهربية على نقط المار في جسم الإنسان شد الطيار فقط، الزمن فقط، شد الطيار وزمن، شد الطيار وزمن خمسة جميع المواد الأتية تسمح بمرور الطيار الكهرباء من خلها معادة أن حاس الألمونيوم المطاط الحديد طبعا مطاط لأنه إيه؟ غير موصل الكهرباء ستة، ملامزة الشرارة الكهربية تسبب حروق الجسم حراء الكهربية صدمة الكهربية براقين حروق للجسم سبعة، جسم الإنسان نقط الكهرباء موصل جيد، موصل الرضيء، شبه موصل، شبه مونفز طبعا موصل جيد سبعين في المئة من وزن الإنسان ماء ومزافية ملايح تمانية، كل ميالي من الإصابات المباشرة النتيجة عند الكهرباء عادة الحرائق الكهربية الوقوع من فوق سلم عند التعامل مع الكهرباء صحة الوقوع من فوق سلم عند التعامل مع الكهرباء تسعة، تسبب حروق الكهرباء تدمير انسجد الجسم، المفرشات، الستائر، السجاد صحة انسجد الجسم عشرة لا يستخدم الماء غير النقي في إطفاء الحراكة الكهربية لأن الماء رضي التوصيل للكهرباء جيد التوصيل للكهرباء هداشر من احتياطات التعامل مع الكهرباء عدم لمس الأسلاك بأيدي المبللة صح نشر يتم انتقال الطيار الكهربي من محطات توليد الكهرباء إلى المنازل عبر كابلات مغلفة بكصدير مغلفة بمادة عازلة مغلفة برصاص غير مغلفة مغلفة بمادة عازلة لمانع انتقال الكهرباء من الكابلات إلى العميدة البرجية أربعة ضع علامة صح أو خطأ واحد يعتبر الزجاج من المواد الموصل الكهرباء لمواد عازلة برخطأ اثنين الصدمة الكهربية تحدث عندما يمر الطيار الكهربي خلال جسم الإنسان عبارة صحيح ثلاثة يتم ادفاق حركة الكهرباء بالماء عبارة خطأ لا يتم لأنه موصل جيد الكهربائي أربعة حروق الجسم بالنتيجة عن الطيار الكهربائي تسبب تلفا وتدمير لأنسكة الجسم عبارة صحيح خمس تعتبر الكهرباء أمينة إذا تم التعامل معها بحرص عبارة صحيح ستة ملامسة أحد أجزاء الجسم لشرارة كهربائية تؤدي إلى حدوث حروق كهربائية عبارة صحيح سبعة زيادة تحميل الكهربي تكون سببا في حدوث الحريقة الناتجة عن الكهرباء عبارة صحيح ثمانية يعزل المصاب بالصدمة الكهربية عن الدائرة الكهربية بدفعه بالقطعة من الألمونيوم وقطعة من الخشب تسعة من احتياطات التعامل مع الكهرباء عدم ترك بعض الأسلاك مكشوفة عبارة صحيح عشرة جسم الإنسان رضي التوصيل للكهرباء عبارة خطأ جاي التوصيل للكهرباء خمسة سوب ما تحتوي خط واحد تحدث الحرائق الكهربية نتيجة مرور الطيار الكهربائي داخل جسم الإنسان صحيح مطفقة الحريق مطفقة الحريق ثلاثة جسم الإنسان رضي التوصيل للكهرباء جاي توصيل للكهرباء أربعة من أسباب الحريق الناتجة عن الكهرباء تقليل التحميل الكهربي زياة التحميل الكهربي خمسة وضع المواد القابل الإشتعال بالقرب من جهاز يولد حرارة ينتجع عنها صدمة كهربية صحيح ينتجع عنها حرارة كهربائية حرائق كهربية ستة، تعتمد الأضرار النتيجة عن الحرائق الكهربية على شيد الطيار والزمان . سبعة، عدم فصل الطيار الكهرابي عن الأجهزة الكهربية التي تولد حرارة ينتج عنه حرائق الكهربية رائق كهربية. ستة عن ما يأتي. واحد. توقط كابلات الكهرباء بمواد عزلة. لمعنى انتقال الكهرباء الى جسم الانساء. فلا تحدث صدمة الكهربية. تصنع اسلاح الكهرباء من النحاس او الالمونيوم. لانها مواد جيدة التوصيل للكهرباء. تسمح بسريان الكهرباء خلالها. تلاتة تصنع مقابل الادوات الكهربية من المطاط لانها غير موصلة للكهرباء. لا تسمح بسريان الكهرباء خلالها. اربعة. ينصح بفصل الكهرباء عند الاجهزة التي تولد حرارة عند عدم استخدامها. لمنع حدوث حرائق كهربية. لمنع حدوث حرائق كهربية. خمسة. ينصح بعدم ادخال جسم معدني. فيه القابس كهربي. لمنع حدوث صدمة كهربية. ستة اللي يستدم الماء في اطفاء الحريق. الناتجة عند الكهرباء. لان الماء غير النقي موصل جيد للكهرباء. سبعة. لا توضع المدفقة ملاسقة للمفروشات والسجاد. لمنع حدوث حرائق كهربية. تمانية. خطورة الحروق النتيجة عن الطيار الكهرباء. لان تؤدي الى تدمير وتلف. انسية الجسم. تسعة. يجب عدم لمس الانسان لسلك. مكشوف يمر به. طيار كهرباء. حتى لا تحدث. صدمة كهربية. عشرة. يجب عدم تشغيل اكثر من جهاز في قابس واحد. لمنع حدوث حرائق كهربية. سبعة. ماذا يحدث في الحالات الاتية? واحد. عدم فاصل الطيار الكهربية عن الاجهزة الكهربية التي تولد حرارة بعد استخدامها. تحدث حرائق كهربية. تنين. لمس طرف سلك غير معزول. والطرف الاخر متصل بالارض. صح. حدوث صدمة كهربية. صدمة كهربية. تلاتة. تم ادفاق حركة الكهرباء بالماء. تعريض الاشخاص المنقذين للخطر. اربعة. وضع المدفقة ملاسقة للمفروشات والسجاد. قد تحدث حرائق كهربية. خمسة. دافع المصاب بالصدمة الكهربية بصاق معدنية لبعاده عن مصدر الكهرباء. تؤدي الى اصابة. الشخص المنقذ. بصدمة كهربية ايضا. ان هو كمان بصدمة ايه? كهربية. ستة. ادخال جسم معدني في القابس. صح. تحدث صدمة كهربية. صدمة كهربية. سبعة. عدم تغطية اسلاح كهرباء بمادة عازلة. انتقال الكهرباء للجسم وحدوث صدمة كهربية. تمانية. تشغيل اكثر من جهاز كهربية عن طريق قابس واحد. تحدث حرائق كهربية. تسعة. صنع مقابل الادوات الكهربية من الحديد بدلا من المطاط. انتقال الكهرباء للجسم وحدوث ايه? صدمة كهربية. تمانية. ضع كلمة اوافق او لا اوافق امام السلوكيات الاتين. واحد. العبس في الوصلات الكهربية. لا اوافق. انين. وضع قطعة بلاستيكية في القابس. اوافق. تلاتة. ترك السخان موسلا بالطيار اسناء الاستحمام. لا اوافق. اربعة. عدم ترك الاسلاك الكهربية. مكشوفة. اوافق. خمسة. وضع مواد قابل الاشتعال بجانب اجهزة كهربية تولد حارة لا اوافق. ستة. عدم ادخال جسم معدني في القابس. اوافق. تسعة. اسكر اسفل. كل شكل الخطر الناتج. عن هذا السلوك. رقم واحد. صدمة كهربية. اتنين. حرائق كهربية. تلاتة. حرائق. كهربية. اختبار سلاحة التلميز على الدرس الثاني. صفحة الاثنين وتسعين. كم واحد الف. اكمل. واحد. توقف اضرار الصدمة الكهربية على نقطة ونقطة. شدة الطيار. والزمن. مورد طيار الكهربية جسم الانساء. اتنين. الخشب والبلاستيك. من امسية المواد صحة العزية الكهرباء. ثلاثة. من المخاطر المباشرة لسوق استخدام الكهرباء. حراء الجسم والحرائق الكهربية. والصدمة الكهربية. اربعة. من احتياطات التعامل مع الكهرباء. عدم العبس. بالتوصيلات الكهربية. عدم زيادة تحميل الكهرباء. بقى ماذا يحدث في الحالات الاتية. واحد. تشغيل اكثر من جهاز في قابس واحد. صح. تحدث رائق كهربية. رائق كهربية. اتنين. التعامل مع الكهرباء بايدي مبللة بالماء. حدوث صدمة كهربية. اتنين. اكتب المستهل عني. رقم واحد. احد اختار الكهرباء ينتج عن ادخاذ جسم معدني في القابس. الصدمة الكهربية. اتنين. مواد تسمح بمرور الكهرباء من خالها مواد موصلة للكهرباء. تلاتة مواد وجودها يجعل الدائرة الكهربية مفتوحة. المواد العزلة. اربعة حرائق تحدث. نتيجة لزيادة درجة حرارة الاجهزة الكهربائية. الحرائق الكهربية. باق علم. واحد. خطورة ادفاق حرائق الكهرباء بالماء. لان الماء غير النقي موصل جيد للكهرباء. اتنين. يراعي. عدم وضع المدفاع الكهربية ملاسقة للمفروشات. لمنع حدوث حرائق كهربية. تلاتة. الاف. اختر الاجهزة الصحيح. واحد. تغطي الكابلات الكهربية بطبقة من? النحاس الحديد الالمونيو ببلاستيك. صحيح البلاستيك. اتنين. جسم الانسان. نوات الكهربائية. جاية توصيل. رضي التوصيل. عازل. شبه موصل طبعا جاية توصيل. تلاتة من امسية المواد موصلة للكهرباء. البلاستيك. الزجاج. النحاس طبعا النحاس. اربعة. تسبب نوة تدمير انسكة الجسم. الصدمة الكهربية. الحرائق الكهربية. الحروق الكهربية. طبعا الحروق ايه? الكهربية. باق ما المقصود بي? الصدمة الكهربية. احد اختار الكهرباء تحدث نتيجة مرور طيار كهرباء في جسم الإنسان 2- المواد الموصلة الكهرباء هي المواد التي تسمح بمرور الكهرباء خالها 4- ضع علامة صح وخطأ 1- يعتبر الزجاج من المواد الموصلة لكهرباء موضع عزل بلا خطأ 2- الصدمة الكهربية تحدث عندما يمر الطيار الكهرباء خلال جسم الإنسان عبارة صحيح 3- يتم إطفاء حراه الكهرباء بالماء عبارة خطأ إن الماء غير النقي جيد توصيل لكهرباء ويؤذي الأشخاص المنكزية 4- تعتبر الكهرباء أمنة إذا تم التعامل معها بحرص عبارة صحيح 5- انظر إلى الصور ثم أجب 1- أي من الأدوات الكهربية السابقة تصلح للاستخدام في أعمال الكهرباء يد بلاستيك يد ألمونيوم يد نحاس يد مطاط بالشكل رقم ألف ورقم دا ليه؟ لأنها مواد غير موصلة للكهرباء مواد عزلة يعني لا تسمح بمرور الكهرباء خلالها